بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الأنسي برقية عزاء إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في وفاة والده السفير عبد الملك سعيد وعبر الأمين العام عن التعازي والمؤساء لرئيس الوزراء وأسرته في هذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وشهد الأنسي بمناقب الفقيد الذي رحل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في تمثيل اليمن وكان مثالا للنزاهة والإخلاص وخير من يمثل وطنه ويخدم مواطنيه في الدول التي عمل فيها كما ترك بصمات طيبة في علاقاته مع مختلف القوى السياسية